كابتن سامي ومصان استقر بشكل كبير على تشكيل الاهلي لهذه المواجهة مواجهة نادي الزمالك وفضل لآخر اللحظة مناقشات مع الجهاز الفني حول مركزين الدفاع والهجوم مفضلة بين مين يلعب جنبياسر إبراهيم هل رامي ربيعة ولا أيمن أشرف والخلاف الثاني كان مين يلعب كمهاجم محمد شريف ولا بيرسي تاو وغالبا أيمن أشرف هيلعب وغالبا برضو بيرسي تاو هيلعب تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة الزمالك هيكون كالتالي محمد الشناوي في حراسة المرمى خط الدفاع محمد هاني ياسر إبراهيم أيمن أشرف علي معلول حمدي فتح وعمر السلية ومعهم أفشة واحمد عبدالقادر وحسين الشحات وبيرسي تاو غالبا ده هيكون تشكيل الاهلي لهذه المواجهة مواجهة الزمالك بودلاء الاهلي هيكون محمد الشناوي ولا ده التشكيل برضو عفوا ده التشكيل ده التشكيل برضو على الشمال طيب شوية هقول لكم البودلاء تعالوا الروح للزمالك تشكيل الزمالك هيكون كالتالي محمد عواد ومحمد عبدالغاني والوينش ومحمد عبدالشافي وغالبا هيلعب تلاتة وراء تلاتة اربعة تلاتة في وسط الملعب إمام عشور وإسلام جابر ومحمد أشرف روح وعبدالله جمعة أشرف بن شاري وإحمد سايزيزو وعمر السعيد تتشكيل جوز والدفريرا لهذه المواجهة الزمالك عنده غيابات بس اللي موجودين تقال الأهلي برضو عنده غيابات بس اللي موجودين تقال فما فيش حد عنده مبارر ما يعملش مباراة محترمة بكرة